هذا وتقدم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المفدى مؤكدا مواصلة مسيرة العمل والإنجاز والتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة لخدمة الوطن والمواطن وأضاف رئيس مجلس النواب أنه قد تشرف وزملائه النواب بالاستماع إلى التوجيهات السامية من عاهل البلاد المفدى مؤكدين حرصهم للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وسن وتطوير التشريعات والقوانين ودعم عملية التنمية الشاملة وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة في هذا الوطن الغالي وأكد معالي رئيس المجلس أن مجلس النواب من أبرز محطات المسيرة الحافلة في إنجازات المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالته وارتكز بدوره على أهمية العمل الديمقراطي ومواجهة تحدياته وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لوضع البحرين على اعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناح الحياة وأشار معالي رئيس المجلس إلى أن المجلس سيواصل خلال أدوار الإنعقاد القادمة بما شئت له بذل المزيد من النجاح المرجو في ظل التحديات أملين إلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تنعاكس إيجابا على هذا الوطن ومواطنيه الكرام بتكاتف جهود الجميع في العمل على سن وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تساهم وتحرص على خير ومصلحة العمل البرلماني ومن شأنها مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبنية على التعايش وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة لتحقيق التطلعات نحو التطور والنمو على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية